اشتركوا في القناة القوم الخميس لحساب الجولة الخامس والعشرين من البطولة الاحترافية انوي وتمكن الفريق الاخضر من حسم الديربي بهدفين دون رد سجلهما من نقطة الجزاء العميد محسن متولي في الدقيقتين الخامس والاربعين والسادس والثمانين وانتخب البدروي زوال يومه الخميس كرئيس للنادي الاخضر علما انه دخل الجمع العام الانتخابي كمرشح وحيد لهذا المنصب خلفا للرئيس السابق انيس محفوظة ونجح الفريق الاخضر بعد انتصاره اليوم على المتصدر الودادة في تقليص الفارق بينهما لنقطة واحدة قبل خمس جولات من ختام منافسة البطولة الاحترافية انوي وفي ذات الصياق وجه فريق الرجاء البيضاء المغربية رسالة للملك محمد السادس حفظه الله حيث قال فيها يتمنى نادي الرجاء الرياضية الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على اتر اصابته بفيروس كورونا المستجدة حفظ الله جلالة الملك وانعم عليه باردية الشفاء العاجل وادم على جلالته نعمة الصحة والعافية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء